أكد محافظ محافظة شبوة عواض بن الوزير على مواصلة دعم السلطة المحلية بالمحافظة لبرامج تطوير بنية التعليم العالي بجامعة شبوة والعمل على تحقيق على معايير الجودة الأكاديمية جاء ذلك خلال لقائه برئيس الجامعة الدكتور توفيق باسردة وعمادة كلية الطب العلوم الصحية بالجامعة منوهن بأهمية تحديث نظم التعليم الجامعي في كافة كليات الجامعة والاعتماد على البرامج التطبيقية والتقنية ووسائل المحاكاة فيها موصيا بضرورة الابتعاد عن أساليب التلقين التقليدية غير المواكبة لأساليب التقنية الرقمية الحديثة في مختلف برامج التعليم الأكاديمي مؤكدا لاهتمام بكلية الطب على وجه الخصوص والعمل على جعلها النموذج المثالي للتعليم العالي في كافة كليات الجامعة لافتا باقتراب موعد وضع حجر الأساس لمشروع المبنى جديد للكلية كأولي كلية جامعية سيتم تشهيدها في حرم الجامعة الواقع في الاتجاه الغربي من مدينة عتق وقدم عميد كلية الطب العلوم الصحية الدكتور علي حبتور في نهاية اللقاء الذي حضره نائب عميد الكلية الدكتور عزيز نبيان ورئيس قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسوب ميثاق الأجدع قدم درع الكلية لمحافظة المحافظة عرفانا بتواصل دعمه لتحسين وتطوير بنية تعليم الجامعي بالكلية